احنا برضو متفقين واسمعنا كتير في المشهورة انه الحب ليه لغات كتير ليه خمس لغات في بعض السيدات اللغة بتاعتها الكلام من الزوج او من الطرف الاخر فبتلاقي هنا حتى لو عمل لها اي حاجة لو كاب لها هدايا لو ساعدها في اي حاجة لو عبر لها باي شكل من الاشكال عن حب وليها بحاجة غير الكلام هي بتحس ان فيش حاجة وصلة لها فدي لغة من لغات الحب فتعمل ايه ساعتها الزوجة او الزوج ممكن يتغطس دي عن الخطأ اللي هو يعفيدها هي احنا زي ما قلنا في الاول هي طبيعة تركيبة فيه الزوجة تحب المفاجآت الزوجة تقدر تعبر عن مشاعرها بالعاطفة الزوج ما يقدرش يعيش قصة حب ويدوف فيها ويعبر عنها زي الزوجة طبا لهم ليه فترة الخطوبة بمختلفين ما هو ده الراجل هو هو الراجل فترة الخطوبة هو بيحاول يعمل اكبر قدر من اثبات الزيت قدامها بعد كده احنا بنقرب اكتر بنلمس بعد اكتر انت بتشوفني بعيوبي وانا بشوفك بعيوبك المعاملات في حد ذاتها بتخلينا نفهم بعد اكتر طبعا الخطوبة ما بتبقاش فترة واضحة بالوضوح الكافي انها تظهر لي كل جوانب شخصية الراجل هي بتظهر لي جزء معين بس لكن مش كله طيب مشكلة تانية اوقات كتير بالله اذا وجدت بتكلموا فيها دكتور فكرة التجاهل في التعامل مع الزوجة يعني ممكن يبقوا قاعدين الناس كتير مع بعض هو مش مدي الزوجة الاهتمام الكافي اللي هي بتحتاجه وتستحقه قدام مثلا الناس او ما بينهم حتى او ما بين بعض الاهمال ده او غلطة ينفع نقولها غلطة بيقع فيها الزوج ولا هي ما بتبقاش اهمال اصلا الزوجة فهمها غلط فبعض الاحيان تفسر انها فهمها غلط وفي بعض الهوقات او بعض المواقف تفسر ان هو فعلا متجاهلها او مهمل في حقها بس خلينا نطفق هنا في نقطة انت لما تهمل في حق زوجتك انت كده بتهمل في حقك لما بتتجاهلها في بعض المواقف انت كده بتتجاهل نفسك خلينا برضو نقول ان التجاهل ازاي بتجاهل نفسه يعني لو هو مثلا بيتجاهل رأيها في موضوع ما لو عايز ياخد قرار معين في بيته يخص البيت ويخص الاولاد مثلا هو متجاهل تماما وجود المرأة او وجود الزوجة دي في البيت فهو عايز يبقى متسلط برأيه ازاي محاك قلت في البداية انه انا صاحب القرار فانا راجل البيت فبالتالي بيتحولوا لنفس او بيوصلوا لنفس الجزئية اللي هي انا متجاهل مراتي او هي حاسة ان انا جوزي متجاهلني في التعامل فازاي ساعتها يبقى بتجاهل في نفسه في بعض المواقف لان الزوجة والزوج هم كيان واحد هم كيان واحد المفروض انا لما بتجاهلها قدام الناس ده مش بيقل من قدرها هي ده بيقل من قدري انا كزوج ما بيقلش من شأنها شيء خالص لكن بتبان معاملته هو وحشة قدام الناس ان هو مش قادر يحتويها ان هو مش قادر يحطها في قائمة اولوياته ونرجع بنقول برضو ممكن تكون الظروف ضغوط الحياة هي اللي مش قادر تخليه عبر عنده او يختخليها واصلها كده ان هو متجاهلها ان هو مش مهتم بيها ان هي مش في قائمة اولوياته اي بس اسمحيلي يا دكتور يعني طبعا انا مع احترامي شديد لرأي حضرتك في بعض الناس او بعض الاسر لما بيلاقوا الزوج مثلا متجاهل زوجته كل اللي حواليها بيتبعوا نفس الاسلوب معاها لان هم شايفين ان الشخص ده مش مدي الاحترام الكافي لزوجته فبالتالي هم مش بيضوها نفس الاحترام ولا بيضوها نفس المكانة لانه شايفين اقرب حد ديها بيتعامل معاها بتجاهل فدي بتبقى مشكلة اكبر فازاي وقتها الزوج يتعامل والزوجة كمان تتعامل المفروض ان احنا نعود مع بعض نفتح حوار انت ده يعني حصل موقف منك معين انا ما كنتش حابة يحصل منك يبقى في حوار فيه تفاوض ما بيننا نقدر نوصل لحل ابتدي بالراحة كده افهمه انت غلطت في النقطة دي طب انا حصل مني حاجة ان انت توصل للصورة دي او توصلها للناس وتوصلها لي التجاهل طبعا وعدم الاهتمام نبتدي نفتح حوار بناء ما بيننا عايزة اقول مقطع احنا مش عايشين في البيت لوحدنا احنا عايشين مع انا افراد تانية لهم الاولاد فطبعا الولد لما يشوف بابا بيتعامل مع مامته كده تفتكري هيكون الولد ده ايه بعد كده طيب جزئية تانية مهمة جدا جدا فكرة احراج الزوج لزوجة طول الوقت طول الوقت يتريع عليها شوية يقلل منها شوية يتريع على حاجة مثلا بتعملها يتريع على طرائطها يتريع على اكلها حتى انه بتعمل اكله يعني بتريع على اي حاجة وبيقلل منها بشكل مستمر مش ايما بدورها المفروض انها تقوم بيه في البيت فالتقليل من الزوجة لأي حد بيوصل الزوجة والزوج لمرحلة وحشة جدا والعلاقة دي ممكن توصل في اخر انها تفشل طبعا هو انا لما قلل من قدر زوجتي قدام الناس وقدام نفسي انا قبل اي حد طبعا ده يعني بيجرح مشاعرها وبيسبب لها شرخ نفسي جامد جدا تبتدي العلاقة تبعد تبعد تبتدي فيه حواجز تتبني ما بيني وما بينه تبتدي حالة من الرفض ليه والشخصه والوجوده في البيت طيب انا ليه برضو اوصل للدنيا لكده ليه انا اوصل الموضوع ان يوصل حالة من النفور وحارق حالة من الشرخ النفسي داخل الزوجة اتجاه زوجها المفروض انا كزوج اقدر اتقبل هي لو فيها عيب اقدر اتقبل عيوبها الزوجة لو هو في عيب هو هي تتكيف مع عيوبه ما توصلش ان انا احرجها او اقلل من امتها او من قدرها او من شأنها قدام الناس لان ده بيبقى طبعا برضو هارجع واقول بيبقى تقليل من قدر الزوج مش تقليل من قدر الزوجة انت لما تقلل من امتها قدام الناس برضو هتبقى بتقلي من امتك انت قدام الناس طبعا انت لما تهنها قدام الناس برضو بتقلي من امتك ومن قمتك